موسيقى موسيقى الارض تحضن شعورك وتقوس سيرك دوام والدين منكوش ديتك والله يحبك اكيد بربنا الامين ضميرك امين تعيش الحياة بعرق القبيل بفات المكان تدور امان يطيب الزمان ربك يا عيد عرق القبيل موسيقى 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 الكثير من التفاصيل عن حياة صعبة لفتن احترف العمل صغيرا ولم يتوقف عنه منذ ذلك الحين حاليا يبيع الايس كريم في محل صغير استأجره في احد احياء مدينة تعز موسيقى 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 كانت بداية محمد في العمل في الآيسي كريم مقترحاً من صديق مقرب دعاه للعمل معه ولم يتردد محمد في قبول الدعوة محمد محسن في مقالة للعمل طبعاً أشتغل معي في مقالة للسكريم كان بالليل يشتغل معي من الساعة 9 الليل إلى حتى الساعة واحدة يعني كان قرطس معيه بعض العمال من الحارة يعني وبكر الصباح يوزع السكريم يعني من الساعة 8 صبح حتى الساعة 10 يعتمد محمد على الكهرباء بشكل أساسي في عمله ولده فإن انقطاعها يعد تحدياً كبيراً يواجهه في العمل الكهرباء الكهرباء طبعاً يعني ثلاث أو أربع مرات خسروني كلما يرتفع دايزل قسوا من يوم كامل أو يومين تطفي الكهرباء السكريم حقيقي يقضو ذائب كله للأخير مرتين في المرة الثالثة شارعنا على أن نرقع لنا جزء من المبلغ فحياة المنتنادي حاولت أن أغطي جزء من الخسارة شلت لي بالطارية والواحة طاقة شمسية يغطي المعيه بالغراب بجانب محل الآيس كريم يدير محمد محلاً آخر للألعاب هذا المحل كان أول مشروع استقل به محمد في حياته العملية بعد أن كان يعمل لدى آخرين موسيقى اشتغلت بالطرقات بالمصنع بالطرق والقسر كامراسل واشتغلت بالمصنع كنا لف لف الدباب البلاستيكا الصنادل يعني عزاك الله حاجة شماك كانت يسقط الشغل وانضطرين العمل وبعد ما دخلت خرجت لي بالتقسيط من شركة ناتكو حقبة هايل تلفازيونات وأتاريات وفتحتوا وبدأتوا بالمقال الأتاري واللي اسمه بعد أن كان الأتاري جنبه جليتوا لي السيكريم يعني جنب الأتاري والبليارده كان في معينها السيكريم الرقل المكافح هو الذي ينقح سواء هنا سواء بالدنيا سواء بالآخرة الرقل المكافح فيه جميع المقالات الذي يريد انقاح يكافح ليس يشتغل أي شغل الشغل مش عيد ما فيش حسن من العمل الواحد يشتغل أي عمل أعمش شغل حلال لذلك الواحد يشتغل يشتغل بالسيكريم ما فيش عيب فيه مقال السيكريم ما فيش عيب في أي مقال أعمش إنك تشتغل كيف توقل قمتك الحلال ما يجي لكش الرزق بالبيئ ما يجي لكش الرزق من حالك أنت تكافح تدور عملك من نفسك والعمل الرزق بيجي بيجي لكن كيف بيجي بيجي إنك تشتغل إنك تكافح إنك تدور عم بعد عملك قد لا يملك محمد الكثير من الوقت لكنه يملك الكثير من الطاقة ربما لا يستهويه اللعب كثيرا هنا في مكان عمله لأنه يمارس اللعب في مكان أكثر اتساعا وهو ملعب كرة القدم الرياضة يعني البيت الثاني يعتبرني يعني الأهل، البيت، العمل ثم الرياضة أنا أقول إنه الرياضة منفس نحنا ضيق العمل وضغط وضغط الوضع الأحيانا نحنا ربما نخرج حتى للرياضة لأنه منفس تخرك كل ما عندك من طاقة السلبية ومن ضغط العمل التحق محمد بالنادي الأهلي في طفولته لاعبا في فئة البراعم أما اليوم فأصبح مدربا لفئة البراعم داخل النادي الأهلي والله الكابتن محمد محمد محسن بدأ بتدرك كلاعب في الفئات العمرية وأنا مدرب للنفئات العمرية كنت مدرب للناشيين والشباب تدرك وكان من المهاجمين الممتازين والمميزين وهذه بداياته كانت فيه كان ندربنا في سؤال كابتن جمال الحمد علي كالماسك على مستوى المدير فلعبت كان يقول لي خلاص تعال تدرب عندنا بالنادي أنت لاعب أنت أنت كلام قلت إن شاء الله التحقته مع الكابتن سمير نعمان الله يرحمه وقد توفى كان ندربنا براعم بعدين قافتنا لعبنا مع الكابتن نبيل الأنسي في 2002 2003 طلعوني ناشئين كنت سريع سريع بالكرة يعني ومميز إننا بالهد بالكرة فلعبت مع الكابتن جمال محمد علي محمد كان مهاجم ممتاز سريع وكان كان مميز عن مجموعة من اللاعبين كان عنده حسي ذهني وتوافق عقلي وعضلي وكان هداف خلال مسيرته الكروية لعب محمد أيضا في أندية أخرى كالرشيد ووحدة التربة لكنه بقي وفيا للنادي الأهلي في العام 2011 دخل محمد مرحلة جديدة في النادي الأهلي أصبح مدربا دخلت النادي الأهلي من بداية الأحداث في 2011 كان فيه مدرب أسترالي متواجدينه فخرج وسافر غايد فكان الكابتن أحمد المتدين اللي هو المسؤول الفني بالنادي قال لي أشيء رأيك تمسك أمد إذارية أو لقدك أنت؟ قلت له تمام بقى مسك أنا أبدا الأسترالي مسكت بالنادي الأهلي وبديت من 2011 حتى الآن من 2022 ومدرب ومدرب ناجع حصد في مجال تدريبه خلال فترة الحرب وما قبل على مستوى الأندية وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى حتى أحتكر كثير من البطولات على مستوى الحواري والكل يعني هذا الدليل على أنه اللعب ما حصلش هرصا في اللعب في الفريق الأول والمنتخبات لكنه أبدع وهو مدرب يعني يحتكر كثير من البطولات على النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر يعني الكابتن محمد ما شاء الله على مكتهد يعطي كل شيء حقه بالرياضة يعطاه حقه بالعمل يعطاه حقه موفق بين الرياضة والعمل لم يصل محمد إلى ما هو عليه الآن إلا بعد كفاح مرير وأحداث صهرت شخصيته المفعمة بالأمل حينما كان صغيرا التحق محمد بسوق العمل في سن مبكرة بعد إصابة والده بشلل نصفية ولأنه كان أكبر إخوانه فقد وقع عليه اللعب الأكبر فيما بعد سيتضاعف هذا العب بعد وفاة الوالد فقدان الأب كل شيء كسر الظهر يعني كل حاجة خلاص باب نبواب الجنة تغلق على الأسرة مكونة من عشرة أشخاص أخوانه وخواته كان يعني الأب لهم يعني يعوضهم عن وفاة أبوهم الله يرحمه وقدوا العمل وتحمل الأسرة بالكامل أبو توفى الله يرحمه في سن 15-16 سنة معه أربعة أخوة ومعه خمس بنات وأربعة أخوة رجل يعني مكافح، مثابر، طموح بنفس الوقت العزيمة موجودة عنده عدم اليأس الحياة تستمر لا حياة مع اليأس محمد كان فعلا هذا كان حسه وكان يعني همه يعني طبعا أسرته وهمه أنه كيف يوثق بين العمل وهيواته ولكن كان ربما أسرته هي الأهم في أوقات ففي فترات كان يعني يكلمني أنه الهم على أكبر في العام 2015 وصلت شرارة الحرب إلى الحي الذي يقتنه محمد وتوقفت على إثرها حركة العمل وجد محمد نفسه بلا عمل ووجد نفسه أيضا يواجه خيارات غير متوقعة بأيام الحرب هذه قلسنا بالقحملية كانت تحصل مضايقات يا قاتل معنا يا الداعشي شليت أسرتي ونزحت للمدينة كنت أبيع بترول أطلب الله بالبترول في 2015 الحرب أثرت عليها قوي بحكم يعني حتى العلاقات حق كريمتي وأمي تعبات تعملنا لها ثم ثم عمليات حق العيون يعني ما كانت دافع كله للعمل ما عد تنميتش بأي حاجة غير العمل عاد محمد من جديد إلى حيه بعد ثلاث سنوات من النزوح في العام 2018 استعاد محمد حياته السابقة العمل في محلي الأيس كريم والألعاب والتدريب في النادي الأهلية كان ذلك انتصارا مهما في رحلة كفاح لم تكتب فصولها الأخيرة بعد زياحة العاطين عن العمل أن يشتغلوا أي شغل والشغل ماهوش عيب مهما كان الشغل فالعمل عبادة العمل عبادة واللي يكتهد على نفسه يعتمد على نفسه يقول لك ابتعد عن مال أبك وأنت عرف قيمة عمله والله نحن نرفع القبعة دائما للناس المكافحين والناس اللي يعني يحاول يقيم أسرته بشكل جيد محمد وعده صغير تحمل مسؤولية كبيرة جدا وكان بحكم أنه الكبير في الأسرة والكبير في يعني على مستوى أسرته وكان لابد يعني عن مطلبات فمحمد أنا حقيقة نموذج مشرف ونموذج لإنسان ممتاز لإنسان يمني ممتاز والله في عالم كرة القدم نسمع كثيرا عن الوقت الضائع وعن الوقت بدل الضائع أما في عالم الكبتن محمد محسن الذي كرس حياته للعمل والرياضة سنسمع كثيرا عن الوقت غير الضائع حلقتنا انتهت أترككم في رعاية الله وحفظه سلام يا قلبي يا قلبي عايش حياة الكراب يا شخصي ثاني فوق الكلام يا كبدي يا يدي تعمل كم قهدي تبذل سلام يا فرضي لكن بهمك للأهل نعم وعيد الأرض تحضن شعورك وتبوسي سيرك دوام والدين منكوش بيدك والله يحبك أكيد في رغم الأليم ضميرك أمين تعيش الحياة بعرق القبيل في خاطر مكان تدور أمان يطيب الزمان وربك يعيب